موسيقى لليوم الخامس على التوالي توصل مسيرة أمهات من أجل الحياة سيرها على الأقدام من حيفا إلى القدس وبمشاركة رئيس القيمة المشترك أيمن عودة احتجاجا على تقاعس الشرطة في مكافحة العنف الذي يجتاح المجتمع العربي في البلاد وللمطالبة بالكشف عن المجرمين هذا منضم عدد من النشطاء وسياسيين للسير على الأقدام في اليوم الخامس على التوالي حيث تصل مساء اليوم إلى مشارف أبو غوش على أن تصل سيرها الأحد إلى ديوان رئيس الدولة لإطلاق صرخة ضد آفة العنف والجريم المستفحلة موسيقى دعت لجنة الطوارئ المنبثقة عن بلدية سخنين لمتابعة ومواجهة تزايد حالة إصابة كورونا في المدينة في بيان لها دعت السكان إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتعليمات وزارة الصحة لتجنب الإغلاق عقب ارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى 91 وطالبت اللجنة وسكان بالالتزام بالإجراءات الوقائية في المناسبات والمحالات الجارية ومنع التجمهر بالإضافة إلى التقيد بالحجر الصحي لمنع تشكيل خطر على الآخرين وحذر بيان لجنة الطوارئ المنبثقة عن بلدية سخنين من التسارع الخطير في انتشار فيروس كورونا مؤكدا على أن قسم الخدمات الاجتماعية والنفسية في تواصل مع المصابين والمتواجدين بالحجر الصحي تتولى ردود الفعل المنددة والمستنكرة لاتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل من قبل قيادة المجتمع العربي في البلاد والشخصيات الاعتبارية فيها هذا وقل رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة إن تطبيع مع إسرائيل قبل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني هو إضعاف للقضية الفلسطينية كما حذر من تزامن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي مع مساعي القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إسقاط صفقة القرن ولكن السؤال المهم لماذا الآن هل هو من أجل منع الضم أم من أجل تعزيز وتمرير صفقة القرن على حساب الشعب الفلسطيني لأنه ماذا يعني إضعاف فلسطين والموقف الفلسطيني وموقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس الذي يقف بمواجهة المخطط الأمريكي الإسرائيلي بكل صلابة هذا الأمر هو إضعاف لهذا الموقف ولكن نحن نملك كل الثقة بأبناء شعبنا الفلسطيني وأبناء الشعب الإماراتي الذي بضميرهم وبقناعاتهم لا يمكن أن يقبلوا بسلام حقيقي وتطبيع شعبي دون أساس الأساس وهو إنهاء الاحتلال وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بدوره أكد عضو الكنيسة عن القيمة المشتركة سامي أبو شحادة أن قرار الإمارات كان متوقعا منذ فترة كما وحذر أبو شحادة من أن عدة دول أخرى قد حسمت أمرها لأنها تمثل السياسات الأمريكية الإسرائيلية هذا كان متوقع نحن نتوقع أيضا أن ممكن أن تنضم إلى الإمارات بعض دول الخليج الأخرى لأن ما يجري الآن عمليا هو أن جزء من دول الخليج حسمت أمرها أنها هي تمثل السياسات الأمريكية والإسرائيلية لا يوجد لديها سيادة أو قرار سياسي منفصل أعلن مثقفون عرب وفلسطينيون مقاطعتهم للأنشطة والفعالية الثقافية لدولة الإمارات ردا على إعلانها التطبيع مع إسرائيل وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وانسحب كل من الروائية المغربية الزهرة رميج والأديب أحمد أبو سليم وروائي المغربي أبو يوسف طاها من ترشح أعمالهم في مؤسسات ثقافية إماراتية تضامنا مع الشعب الفلسطيني داعين المثقفين العرب كافة لاتخاذ خطوات سريعة وجدية لمقاطعة كافة النشاطات الثقافية لدولة الإمارات بدوره وجه المصور الفلسطيني محمد بديرنا رسالة لمؤسسة الشارقة للفنون ألن فيها سحب مشاركته من معرض وجهة نظر ثمانية عقب إعلان الإمارات عن تطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي دعا نائب رئيس لجنة فلسطين نيابية في الأردن عمر قراقيش إلى ضرورة عقد اجتماع فوري على مستوى الزعماء العرب لعودة الإمارات عن قرارها ووضع عقوبات على أية دولة تحذو حذوها مستنكرا الاتفاق في ظل الظروف الحالية للشعب الفلسطيني وقال المفتي العام لسلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي إن تحرير المسجد الأقصى والأرض من حوله من أي احتلال واجب مقدس ولا يمكن لأحد المساومة على ذلك بدوره قال أمينو عامل اتحاد تونسي للشغل نور الدين طبوبي إن لا أموال الإمارات أو بترولها سيحميها من هذه الخيانة العظمى للشعب الفلسطيني دعيا إلى عقد اجتماع طار للاتحاد العربي لنقابات بهدف توضيح المواقف من التطبيع وأكد نقيب المحامين رئيس جمعية المحامين الكويتيين شريان الشريان أن موقف بلاده ثابت وواضح تجاه الكيان الإسرائيلي مشيرا إلى وقفة الحراك النقابي الكويتي رفضا للاتفاق الثلاثي والتواصل مع بقية النقابات العربية لاتخاذ موقف رفض من جانبه جدد الاتحاد الوطني للشبيب الجزائرية مواقفه الراسخة بمناصرة القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني مؤكدا أنه لا حيادة عن هذا المبدأ هذا وأكد رئيس المؤسسة الفلسطينية الأمريكية جون دبيط مقاطعة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية لفعاليات السفارة الإماراتية احتجاجا على التطبيع مع الاحتلال مؤكدا أن خطوة الإمارات جاءت لتطبيق صدقة القرن وخدمة ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية بهدف الناخب الأمريكي بقدرته على صنع سلام في الشرق الأوسط أجمعت المركبات السياسية الفاعلة في المجتمع العربي على رفضها واستنكارها لاتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة إن الاتفاق الموقع بين الإمارات وإسرائيل في كل المقاييس الوطنية والمقياس الاقتصادي وفي مقياس الشرف الوطني لا مكان له هذا البيان مليء بالمغالطات وتشويه الحقائق إسرائيل لا تستحق جائزة على وقف الاستيطان وقف الاستيطان والضم هو عدوان على الشعب الفلسطيني وقف العدوان يجب أن لا يقود إلى جائزة تحظى بها إسرائيل هذا أولاً ثانياً نحن لا نريد لأي إن كان أن يمارس البغاء السياسي بحجة أنه يريد أن يدعم الفلسطين مثل هذا الدعم نحن لسنا بحاجة عليه كفلسطينيين ولذلك نحن نرى هذا الأمر بغاية من الخطورة بدوره أكد رئيس القائمة المشتركة أيمن عودي أن الاتفاق يأتي ليضعف الموقف الفلسطيني كما ويتزامن مع معاناة نتنياهو من قضايا الفساد وحركة الاحتجاج ضهو ليصبح طوق نجاله ويأتي هذا المخطط بزمن يعاني منه نتنياهو من قضايا الفساد ومن حركات احتجاج كبيرة ضده فيأتي كطوق نجاح لرئيس الحكومة الإسرائيل الأكثر يمينية والأكثر تطرفاً والأكثر عداءاً للشعب الفلسطيني ونحن هنا الآن نسير على الأقدام من حيفا حتى القدس احتجاجاً على سياسة بن يمين نتنياهو كما وأجمع نواب القائمة المشتركة على أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي على أنه خيانة وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ونضاله العادل لنيل حريته يعني أعتقد بأنه لم يعلن بالأمس على أنها ستبدأ التطبيع التطبيع بدأ من منذ زمن طويل والعلاقات موجودة منذ زمن طويل وعلاقات الخيانة والطعن في ظهر الفلسطينيين موجودة الآن فقط أعلنوا عنها على الملأ وكأننا لم نعلم من قبل هذه محاولة لتقديم حبل نجاة لرئيسين بات من الواضح أن أوضاعهم السياسية سيئة جداً في الوقت الذي 71% من المجتمع الإسرائيلي يعتقد بأن نتنياهو فاشل تأتي الإمارات وتقدم له حبل النجاة وكأنه سياسي عظيم الخطوة في طبيعة الحال المرفوضة وهي خذلان للشعب الفلسطيني ولحقوق الشعب الفلسطيني العادلة وهي تجاوز للعرف السياسي العربي أن المدخل السياسي هنا في الداخل يجب أن يمر من خلال القيادة الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية بشكل عام حتى يبقى الموقف العربي تقليدياً في كافة الجانب الفلسطيني واضح جداً أن موقف الجماهير الفلسطينية في الداخل بكافة أحزابها وانتماءاتها هي ترفض وبشدة وبكل قوة هذا الاتفاق المخزي والذي جلب العار على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية من قبل الدول العربية ومن قبل قيادة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة بتوقيع الاتفاق من قبل محمد بن زايد هول هذا الاتفاق هذا اتفاق عار مرفوض جملة وتفصيلاً كما وأكد كل من الأمين العام للحزب الشيوع الإسرائيلي عامر عدل ورئيس بلدية عرب والقياد في الجبهة الديمقراطية عمر واكد نصار عن أن الاتفاق هو طعن في ظهر الشعب الفلسطيني ونضاله العادل لنيل حريته قرار الإمارات بإقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات سلام مع حكومة إسرائيل باعتقادي أنه بالأساس هو قرار أمريكي إسرائيلي بامتياز وهو يأتي تنفيذاً لصفقة القرن التي رسم خطوطها بن يمين نتنياهو بالتنسيق التام مع الإدارة الأمريكية هذا القرار هو طعن في الظهر للحقوق المشروع للشعب الفلسطيني ولنضاله على مدى سنوات طويلة ولهذا فنحن نرى في هذا القرار خطوة خطيرة جداً تمس مستقبل الحقوق والنضال للشعب العربي الفلسطيني إنها طعن في الظهر للشعب الفلسطيني هذه الاتفاقية هي شكل من أشكال ممارسة الضغط ومن أشكال الحصار الاقتصادي والسياسي المفروض على السلطة الفلسطينية وعلى شعبنا الفلسطيني لحشره في الزاوية للقبول بصفقة القرن والدليل على ذلك هو أن الرئيس الأمريكي هو راعي هذا الاتفاق أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صعب أريقات أن الإعلان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ونضاله وشهدائه وجرحاه وأسراه موضحاً أن الإمارات توافق من خلال هذا الإعلان على تهويد القدس ومقدساتها وأضاف خلال حديثه إلى جانب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبري رجوب أن الإمارات بهذا الإعلان خرجت عن قرارات القمم العربية والإسلامية والمبادرة العربية والشرعية الدولية والقانون الدولي ودع أريقات الزعماء العرب للاتصال الفوري مع قيادة دولة الإمارات والطلب منها التراجع عن هذه الخطوة مشدداً على أن الإمارات لا يمكن أن تلغي قرارات القمم العربية إلا إذا قررت الانسحاب من جامعة الدول العربية كما ودع أريقات أمينة عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى إصدار بيان فوري يدين الاتفاق باسم الجامعة مضيفاً على الجامعة العربية إلزام كل الدول الأعضاء بميثاقها وقراراتها من جهته قال رجوب أن الشعب الفلسطيني موحد خلف منظمة التحرير لإقامة دولة فلسطين كاملة سيادة مؤكداً أن هذه الخطوة الإماراتية المفاجئة تشكل خرقاً للإتزامات العربية تجاه القضية الفلسطينية ودع أرجوب الدول العربية والإسلامية إلى رض هذه المهزلة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية كقضية سياسية وطنية وقضية هوية ورفض هذه الخطوة التي تمس عصب وجوهر القضية الفلسطينية وإرث العرب والمسلمين مؤكداً أن ما قامت به الإمارات خطوة عربية خطيرة وتشكل طعنة في خاصرة الأمن القومي العربي وتعتبر القيادة الفلسطينية هذه الخطوة نسفاً للمبادلة العربية للسلام وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية وعدواناً على الشعب الفلسطيني وتفريطاً بالحقوق الفلسطينية والمقدسات أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي المفاجئ حول تطبيع كامل للعلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدعاء تعليق مؤقت لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها وترفض القيادة الفلسطينية ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية واعترافاً بالقدس عاصمة لإسرائيل وتطالبها بالتراجع الفوري عن هذا الإعلان المشين كما ترفض مقايضة تعليق ضم غير شرعي بتطبيع إماراتي واستخدام القضية الفلسطينية غطاء لهذا الغرض وتحذر القيادة الفلسطينية الأشقاء من الرضوخ للضغوط الأمريكية والسير على خطى دولة الإمارات والتطبيع المجاني مع دولة الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية وتؤكد القيادة أنه لا يحق لدولة الإمارات أو أي جهة أخرى التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني ولا تسمح لأي أحد كان بالتدخل بالشعب الفلسطيني أو التقرير بالنيابة عنه في حقوقه المشروع في وطنه هذا وأكدت القيادة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وأن الشعب الفلسطيني يقف اليوم في كل مكان موحدا وراء قيادته الشرعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة هذا الإعلان الثلاثي الغاشم كما ودعت القيادة الفلسطينية إلى عقد جلسة طريقة فورية لجامعة الدول العربية وكذلك لمنظمة التعاون الإسلامي لرفض هذا الإعلان أصب أربعة مواطنين فلسطينيين إثرى قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي حربية ومدفعية وسط وشمال قطاع غزة وتسبب القصف الإسرائيلي بأضرار جسيمة بمنازل وممتلكات المواطنين كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعا شمال بلدة بيت لهيا شمال القطاع إضافة إلى إطلاق مدفعية الاحتلال نحو ثلاث قذائف على أرض زراعية شمال البلدة ما أدى إلى وقوع أضرار وخسيرة مادية في الممتلكات ويواصل طيران والاحتلال ومدفعيته قصف مواقع وأراض وممتلكات مدنية في غزة ما تسبب بإلحاق أضرار جسيمة خاصة في إحدى مدارس وكالة الغوث في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وتواصل سلطته والاحتلال إغلاق مع باري كرما بوسالم تجاري الوحيد في قطاع غزة وتمنع إدخال البضائع والمحروقات لأهل القطاع وتقليص مساحة الصيد أعلنت وزارة واصحة الروسية البدأ بشكل رسمي في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد واللقاح الذي طوره معهد جاميلا في موسكو هو الأول الذي يبدأ إنتاجه لعلاج الفيروس في العالم ويتوقع طرحه نهاية الشهر الجاري يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم وكان وزير واصحة الروسي قد أعلن في وقت سابق أن تجارب سريرية للقاح الذي طوره مركز جاميلا الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع للوزارة قد انتهت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة